أسعد الله وأوقاتكم متابعين الكرام أسأل الله أن تكونوا بخير أنتم وأحبابكم ومن حولكم طبعا اليوم توقعتنا اليوم الجمعة فجمعة مباركة على الجميع وربنا يتقبل منكم الطاعات إن شاء الله اليوم توقعتنا اليوم الجمعة عشرين أب اللي هو عشرين ثمانية القمر اليوم رح يتنقل ما بين برجين يعني رح يكون بالجدي ورح ينتقل للدلو في ساعات الصباح وبرضو عنا اليوم بداية تراجع كوكب أورانوس اللي له تأثيرات عنيفة في التراجع ورح نركز عليها شوي بشكل مفصل يعني بطريقة اللي تفهموا شو يعني تراجع بالنسبة لأورانوس وتأثيراته على الفترة القادمة طبعا القمر موجود في منزلة سعد البلع أو سعد بلع هي موجود طبعا رح يظل مستمر فيها للساعة وحدة ونص صباحا من صباح يوم الجمعة وحكينا يوم أمس أن سعد بلعها إلى العلاج والفراق وأتلاف الأموال والحرية رح ينتقل بعديها على الوحد ونص صباحا بتوقيت جرينيش إلى منزلة سعد السعود وهي توطيل العلاقة والحرية والربح والتفريق طبعا القمر الآن موجود في برج الجدي في موعد بث الحلقة ورح يستمر في الجدي حكينا لساعات الصباح فبتظل طبيعتنا الجادة هي اللي بتحكم هذا الموقف لجميع الأبراج طبعا منحاول إنجاز عمل متراكم نجد أن الأمور ما بتصير معنا بسهولة ممكن تسيطر علينا روح التشاؤم أو على البعض مننا علينا الإجتهاد أكثر بوسعنا شروع بعمل جديد وشراء تحفي أثرية أو البدء بحمية مثلا أو شراء بوليس التأمين بالنسبة للزوايا الفلكية رح نذكر الزاويتين آخر زاويتين ذكرناهم يوم أمس اللي هي أول زاوية اللي هي زاوية التزديس لأن هذولا كلهم بيجوا بعد بث الحلقة فلازم عشان يكونوا مترابطات مع بعض الزاوية اللي رح تصير بعد بث الحلقة هي زاوية التزديس إيجابية رح تكون بين القمر وبين نبتون وهاي رح تكون في تمام الساعة سبعة وثمانية وخمسين دقيقة بمساء بتوقيت جرينيتش من مساء هذه الليلة يعني الساعة ثمانية مساء من زيد ثلاث ساعات يعني الساعة احداعش بتوقيت الأردن بتصير هاي الزاوية طبعا هي تأثيراتها من موعد بث الحلقة تأثيراتها موجودة ورح تستمر لساعات الصباح بتعزز عنا الخيال الخصب وبيق والحدث وعليه فإنه أكثر المستفيدين هم اللي بيعملوا بمجالات ذات صلة بذلك الفن والديكور والتجميل أما بالنسبة للزاوية التي تليها فهي زاوية اقتران إيجابية وهي آخر زاوية قبل خلو المسار هاي رح تكون بين القمر وبين بلوتو وهاي رح تكون الساعة احداعش وثمانية وخمسين دقيقة يعني منتصف الليل أو قبل منتصف الليل بدقيقتين بتوقيت الأردن الساعة ثلاث صباحا ثلاث الفجر طبعا هاي الزاوية بتعزز قدرتنا على السيطرة على مشاعرنا وأفكارنا ومنتمكن من الغوص عميقا في نفوسنا وإحداث التغييرات المطلوبة بعدها مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار خلو المسار يعني الساعة احداعش وثمانية وخمسين دقيقة مساء منتصف الليل اللي هي منتصف الليل الخميس على الجمعة ورح يستمر خلو المسار هاد لغاية الساعة ثمانية وثمانية واربعين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش وحكينا إنه دائما خلو المسار فترة سلبية لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار وتأثير خلو المسار على جميع الأبراج في فترة خلو المسار بدو يتشكل عنا مجموعة أو بدو يكون في عنا مجموعة حركات هاي تأثيراتها بطيئة وإلها آثارها للأيام القادمة يعني ممكن تستمر معنا لمدة من خمسة لا سبع أيام فعشان هيك بتكون تركزوا على هاي الزوايا في زاوية رح تتشكل بعد خلو المسار بنصف ساعة اللي هي زاوية تقاوب السلبية رح تكون بين الشمس وبين المشتري وهاي رح تكون في تمام الساعة 12 و28 دقيقة بعد منتصف الليل هاي طبيعة الزاوية بتبدد الحضوض في أي مسعى منقوم فيه عشان هيك خلال فترة الأسبوع القادم هاد الابتداء من اليوم لغاية أسبوع كامل لا تعتمدوا على الحض نهائيا يعني ما تحاول أنك تقول والله الحض رح يلعب معي أو يدعمني في بعض الأشخاص في هاي الفترة بتميل للعيش دون مستوات بصير فيه نوع من أنواع التبذير في المال بحاول أنه يتعالى بحاول أنه يعيش برفاهية عالية فبيخسر فلوس بشكل كبير فيه ناس كثير برضو بالفترة هاي بتنجذب للمراهنات للإقمار لتجربة الحض بالأوراق اللوتو واليانصيب والأشياء هاي كلها هاي بتكون ما في حضوظ معناته في خسارات اللي بيشتغلوا بالأسواق المالية بالمضاربات المالية الأسبوع هذا يديروا بالهم ويكونوا حذرين جدا يعني يا بدرسوا الموضوع بشكل جيد يا ما يدخلوا بالمضاربات نهائيا لأن الأسعار بتصير بشكل مخادع وممكن يخسروا أموالهم بشكل سريع ممكن بعض الأشخاص تتعرض لمشاكل مع السلطة أو مع العدالة وغالبا هذا الاتصال بسبب نوع من أنواع المغالاة في النفقات وخسارة مالية وفشل في المشاريع فعشان هيك بتكونوا حذرين فترة هذا الأسبوع وخصوصا أنه بعد هاي الزاوية مباشرة رح يبدأ عنا تراجع أورانوس تراجع أورانوس إلى تأثيرات سلبية طبعا بداية تراجع أورانوس هاي رح تكون الساعة 41 دقيقة فجرا طبعا لما بدي تراجع أورانوس أورانوس عادة بيستمر تراجعه خمس شهور تقريبا يعني بمعنى آخر هو رح يفضل في عملية التراجع هاي لمساء يوم 18-1-2022 وهذا بيعني أنه التراجع رح يحدث يعني هذا التراجع عادة هو بيصير كل سنة وفي كل سنة بتراجع خمس شهور بما أنه كوكب أورانوس إله علاقة بالتغييرات والمفاجآت والثورات والتقنية والكهرباء والحواسيب وإله علاقة بأمور المال بما أنه موجود في برج الثور يعني إله علاقة بالبنوك إله علاقة بالأسهم بالبورصة بالخسارات المالية ففي فترة التراجع بيكون له تؤثيرات سلبية على جميع الأبراج في اللي إحنا ذكرنا وفي نفس اللحظة تزداد في هاي الفترة تمرد الأفراد ضد أهاليهم اللي هم الأبناء أو العائلات بصير فيه نوع من أنواع التمرد وتمرد حتى بصير ممكن على المجتمع ممكن تحدث بعض الإنقلابات السياسية بالفترة هاي ويزداد الناس من حولنا عدوانية كما نوم نشعر برغبة في تحطيم ما هو قائم من قيم وعادات وعدم التقيد بالأنظمة المرعية هاي الفترة فترة التراجع بتضاءل فيها الإنجازات في مجالات التقنية أو الإلكترونيات أيضاً بما أنه رح يتراجع في برج الثور فمعناته هم أكثر المتضررين وخاصة موليد العشرية الثانية لأنه رح يتراجع عندهم هو في درجة العشرية الثانية بحدود بداية العشرية الثانية لا تقريباً بعد المنتصف بشوي فعشان هيك نقول للعشرية الثانية اجمالاً هم هدول أكثر الأشخاص اللي بدهم يكونوا حذرين من المفاجآت طبعاً اللي بدوا يتأثر معهم هم موليد برج الدلو ليش؟ لأنه موليد برج الدلو الكوكب الحاكم لبرجهم هو كوكب أورانوس فعشان هيك رح يتأثروا ورح تصير عندهم بعض المفاجآت طبعاً هسا في أشخاص بدهم يجي يقول لك طب تأثيراته علينا إحنا كأبرج هاي الكواكب البطيئة عادة إحنا ما منذكر تأثيرات يعني تيجي خاصة لكل برج ولكن بدكوا تحذروا من الأشياء اللي إحنا ذكرناها اللي هي الأبناء المجتمع السياسية المفاجآت بأغلبها رح تكون مؤثرة على الجميع إذا صار بعض الزوايا اللي هي مثل الزاوية القائمة حالياً اللي هي أورانوس وزحل ورح تظل هاي الزاوية موجودة تقريباً لنهاية العام يعني كل ما إجت بدها تنفك تصير زاوية منفصلة برجع الكواكب بترجع بتتحرك بطريقة اللي هي يا واحد بتراجع واحد بنشي للأمام برجع بشكله نفس الزاوية عشان هيك هاي تشكلها رح يظل قائم وكل ما إجت موعد تشكلها إحنا منذكر بالتوقعات اليومية إيش التأثيرات السلبية عليها بالنسبة للزاوية اللي رح تصير برضو قبل ما ينتهي خلو المسار هي زاوية إيجابية زاوية تثليث إيجابية رح تكون بين عطارد وبين أورانوس وهاي رح تكون في تمام الساعة ثمانية وخمس دقائق اللي شوي هاي بتخفف من ضغط التراجع بما أنه بداية التراجع كان بزاوية إيجابية فبتخفف من آثاره شوي في هاي الزاوية بما أنها رح تصير زي ما حكينا مننشط ومنباشر بأكثر من مسعى في أكثر من اتجاه في ذات الوقت كما بتعزز قدرتنا العقلية فبيسهل علينا حل وفهم مسائل علمية تعذر حلها مسبقا وبنشعر بالثقة وقوة الحدث والموجودة عنا الساعة ثمانية وثمانية واربعين دقيقة صباحا القمر خلاص بكون هيك استقر في برج الدلو وبلش يشكل أول زوايا لا إله فعشان هيك منبلش نكتسب إحنا من صفات برج الدلو كل ما اقتربنا لساعات الصباح منشعر أن إحنا بحاجة ماسي للتغيير الروتين هو بكون عدو هاي الوضعية منكون ودودين أكثر ومننشط اجتماعيا ومنرغب في الانضمام لنادي أو مجموعة من الرفاق وتجربة أسلوب جديد في حياتنا بيتصرف الناس من حولنا عادة بشكل منطقي أكثر من إنه عاطفي بوسعنا تعزيز صداقة جديدة وإدخال تغيير على مظهرنا الشخصي كخصة شعر مثلا أو شراء جهاز إلكتروني ستيريو، تلفزيون، أي شيء من هذا المجالات وتجربة طعام جديد بالنسبة للزوايا اللي رح تتشكل بعد ما يستقر طبعا هي زاويتين الزاوية الأولى هي تثليث إيجابية رح تكون بين القمر وبين الزهرة وهي رح تكون في تمام الساعة السادسة مساءً تتأجج العاطف اتجاه الجنس الآخر وبالتالي مننجح بتعزيز العلاقة معهم وبيعطي دفعة للعاملين في المجالات الفنية والتجميل والديكور فبيتحسن عطاهم وإبداعهم أما بالنسبة للزاوية اللي الأخيرة اللي رح تتشكل هي زاوية اقتران سلبية رح تكون بين القمر وبين زحل وهي رح تكون في تمام الساعة 11.58 دقيقة مساءً من واجه مصاعب وعرقية لبتطلب مننا أن نبدو الجهد لنتغلب عليها بأنفسنا وأن لا نعتمد على الحضوذ بيفتقر البعض للشجاع اللازم إلى مواجهة مشاكلهم فبيلجوا للهروب إلى الماضي بدل من مواجهة الحاضر بما أن القمر رح يكون موجود في برج الدلو معناة خلو المسار القادم رح يكون يوم الأحد يوم 22.08 بيبدأ في تمام الساعة 12 ودقيقة ظهرا وبيستمر حتى تمام الساعة 12 و42 دقيقة ظهرا لينتقل لبرج الحوت أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر القمر المحدى بـ 12 يوم في تمام الساعة 13 دقيقة عصرا بيصبح 13 يوم نسبة الإضاءة بتصير 90% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الأسد حتى يوم 22.08 منتحس بنسبة 15% القمر في الجدي وبدو ينتقل للدلو ورح يستقر فيه لغاية يوم 22.08 هو الآن سعيد بنسبة 75% ولكن كل ما اقتربنا لمساء الغد اللي هو لنفس موعد بث الحلقة بيظل السعودية تنزل كل ساعة حتى تصل بس لعشرة في المية يعني حضوض القمر متلاقصة ولكن بيظل سعيد بنسبة عشرة في المية مع آخر ساعات النهار بالنسبة لعطارد في العذراء حتى يوم 38 هو منتحس بنسبة 25% الزهرة في الميزان حتى يوم 10.09 سعيد بنسبة 45% المريخ في العذراء حتى يوم 15.09 سعيد بنسبة 15% المشتري في الدلو بيتراجع حتى يوم 18.10 منتحس بنسبة 10% زحل في الدلو بيتراجع حتى يوم 11.10 منتحس بنسبة 40% خرى نصف الثور رح يبدأ التراجع ورح يستمر تراجعه حتى يوم 18.01 منتحس بنسبة 10% نبتن في الحوت بيتراجع حتى يوم 11.12 منتحس بنسبة 10% وبلوتوف الجذب يتراجع حتى يوم 16 منتحس بنسبة 10% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل طبعاً ما زل من الآن لغاية ساعات الصباح القمر موجود في بيت السمعة فعشان هيك بتكون تحافظوا على سمعتكم وعلى مصالحكم القائمة في مجال العمل طبعاً حاولوا أنكم ما تشوهوا سمعتكم ما تجازفوا وما تغامروا حتى ساعات الصباح من ساعات الصباح طبعاً القمر رح ينتقل يصير في بيت الأصدقاء تلتقوا الأصدقاء وممكن يتوجه لكو دعاوي لحضور حفلة أو مناسبة حاولوا تصحيح العلاقات المتردية وما تبقوا وحيدين بالفترة هاي فترة ناشطة وواعدة دراسياً أو مهنياً أو عائلياً وبتكثر عندكم الاتصالات والموعيد بشكل كبير خلال الفترة هاي ولكن ملاحظة بتكون تحاولوا تنتبهوا أنه تحاولوا تنجزوا كل الأشياء المهمة وكل الأمور المهمة خلال الأيام القادمة قبل وصول يوم الأحد لأنه من يوم الأحد القمر رح يكون موجود في الحوت اللي هو بيت متاعبكم فالظروف رح تكون معاكسة لإلكم حاولوا تنجزوا كل الأمور بالفترة هاي برج الثور طبعاً بتنشطوا اليوم برضو نفس الشيء من الآن لغاية ساعات الصباح في مجال الدراسة والسفر والاتصالات وخصوصاً الأمور البعيدة طبعاً كل هاي الأمور بتظلها لساعات الصباح الأجواء جيدة ولكن ما تعتمدوا على الحضوض اللي عنده امتحان أو عنده مقابلة بده يدرس ويستعد بشكل جيد وفي نفس اللحظة حاول أنك يعني ما تنفعل وما تغامر من ساعات الصباح طبعاً تتغير الأجواء لأن القمر رح يصير في بيت السمعة فبينصب اهتمامكم حول عملكم ومصالحكم الاجتماعية حاول أنك ما ترتجل المواقف والتصاريح عشان ما تقع ضحية الفوضى وعدم التنظيم ممكن تضطر أو تضغط عليك الأمور أو المسئوليات عشان تواجه أو تواجه أمر صعب في الفترة هاي أو معقد فعشان هيك بدك تضطر أنك تضبط أعصابك حاول أنك تلتزم بالمسئوليات هاي فترة واعدة يعني بشكل جيد إذا استغلتها وإنت حذر برج الجوزة بتنهمكوا في أمور إلها علاقة بإعادة تنظيم أموركم المالية المشتركة بتكوا تخففوا من النفقات من الآن لغاية ساعات الصباح وتنتبهوا لأموركم المالية بشكل جيد من ساعات الصباح بتنشطوا في مجال السفر والاتصالات البعيدة أو التواصل مع أجانب أو مع أشخاص خارج البلاد في هذا اليوم من ساعات الصباح في لقاء أو فرصة ممكن تفتح أمامك أبواب رائعة جدا يا إلها علاقة بالدراسة يا إلها علاقة بالسفر يا إلها علاقة بالتسويق وبرضو هي جيدة لأمور النشر والدراسات العليا بتفرح لانتصار أو لرحلة أو لمشاركة ناجحة خلال الفترة وبرضو تعطيك طاقة جيدة جدا لتتحرك على مختلف الأصعدة برج السرطان بينصب اهتمامكم حول تدعيم شراكاتكم لأن القمر ما زال موجود مقابلكم تماما طبعا وهو رح ينتقل للبيت الثامن بتظل الأجواء عنكم رومانسية مشجعة حتى ساعات الصباح من ساعات الصباح بتتغير الأجواء وبتصبح تركيزها على الأمور المالية أهم إشي أنه تديروا بالكم على صحتكم وما تخلوا الوسواس أنه يسيطر عليكم من ساعات الصباح بتعيدوا ضبط ميزانيتكم بإمكانكم إدخال تعديل على نمط حياتكم لتتماشى مع الوضع اللي موجودين أنتوا فيه أو لا تطور مع محيطك بيطمعن بالك وبتفرح لا تطور مسألة ما هاي فترة جيدة لتصحيح الأخطاء أو لتكرار المحاولة أو محاولات سابقة يعني الأجواء بتكون جيدة أكثر من الأيام اللي مضت برج الأسد أنجزوا ما بوسعكم من العمل المتراكم دون إهمال صحتكم لأنه ما زال القمر موجود في البيت السادس من الآن لغاية ساعات الصباح اللي إلو علاقة بالعمل والصحة عشان هيك بتظلوا منهمكين في الأمر إن هذول العمل والصحة هي أكثر شاغل بشغلكم يا صحتكم يا صحت الأحد المقربين أو الأحبة لإلكم وفي نفس اللحظة الأعمال شوي بدها نوع من أنواع الانتباه من ساعات الصباح بصير القمر مقابلكم في برج الدلو فعشان هيك بينصب اهتمامكم حاول تعزيز شراكاتكم حافظوا على هدوءكم حاولوا ما ترتجلوا كلام ما توجهوا ملاحظة لأنه خصمكم في الفترة هاي بيكون أقوى منكم وبرضو في نفس اللحظة ممكن ما يرحمك إن أخطأت يبتحملك هاي الأيام إما ارتباط مهم أو شيء بلفت النظر بشكل تهتم فيه أكثر أهم شيء إنك تحافظ على هدوء أعصابك وحاول إنك ما تكون عدائي برج العذرة طبعا القمر ما زال في بيت الخامس لا إلك اللي هو بيت الحب والعاطفي والأمور المالية بترغبوا من الآن لغاية ساعات الصباح في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم طبعا رح تهتموا بأمور العاطفي بشكل كبير ولكن ابعدوا عن تجربة الحظوظ من ساعات الصباح بيبدأ العمل بالتراكم عندكم لأن القمر رح ينتقل للبيت السادس فبدكوا تنتبهوا لعملكم وحاولوا ما تهملوا صحتكم حاضروا بالفترة هاي من أي تعب صحي أو جسدي ممكن يمنعكم من أداء واجباتكم اليومية كما يجب ممكن تظهر اليوم مسألة عائلية أو شخصية طارئة أو ممكن أنك تشعر بنوع من أنواع التوتر أو القلق من مسألة ما الأهم أنك أنت تنتبه لشؤونك الصحية أو هاي نقطة وتنتبه أنك ما تخلي أعمالك تتراكم عليك برج الميزان طبعا بتظل الأمور البيتية والعائلية هي اللي بتشغل فكركم وهي أكثر شيء رح يتركزوا عليه خلال فترة هاي طبعا هذا الاهتمام كله بظل لغاية ساعات الصباح من ساعات الصباح الأجواء بتختلف تماما بتصير الفترة هاي جيدة بل وممتازة ممكن تشتد رغبتكم في التقرب والتفاهم مع أحباكم ممكن تفرح لإنفراج ملموس بتبرتفع عندك فرص النجاح وبتشتد عزيمتك وممكن تقوم بخطوة مباركة خلال هذا اليوم بتتلقى إشارة إيجابية وهاي فترة مناسبة يعني لالتقاط أنفاسك بعد العواصف والأمور اللي ضغطتك في الأيام الماضية بتحس بنوع من أنواع الإنفراج بيجيك على المستوى العاطفي على المستوى المالي على المستوى يعني على كل المستويات فعشان هيك حاول تستغل فترة من بعد ساعات الصباح لا تستغل الفترة بالأيام القادمة بشكل إيجابي برج العقرب ابتنشطوا في مجال السفر والاتصالات القصيرة ممكن اليوم يكون لكم نوع من أنواع التعامل مع أخ أو جار أو تهتموا بأمور إلها علاقة بالحركة أو النشاط الفكري أو الدراسة أو الامتحانات أو بعض الأشخاص ممكن يهتموا بسياراتهم أو أجهزة إلكترونية أو لغة مثلا من ساعات الصباح الأجواء بتتغير بصير الإهتمام عندكم إلو علاقة بالبيت والعائلة فعشان هيك بتفضلوا الأجواء البيتية والعائلية أكثر حاولوا أنك تلطفوا الأجواء العائلية الضاغطة لأنها شوي ممكن هاي ضغوطات تثير اضطرابك أو امتعاضك أو تخليك شوي مش متقبل الظروف حاول أنك ما تخالف القوانين حاول أنك تحترم الموعيد والالتزامات المهنية وحاول أنك تهتم بعائلتك بشكل مباشر يعني ما في داعي للتقصير أو للابتعاد عن هاي الأمور برج القوس طبعا من الآن من جهة في فرصة لمكسب مالي يعني بتجيك فرص لها علاقة بالمكسب المالي ولكن من جهة أخرى عندك نفقات فعشان هيك بنقول لك دير بالك من النفقات بالفترة هاي وحاول أنك أنت تقلل قدر الإمكان ورتب وضعك المالي أما في ساعات الصباح ابتكثر عندكم الاتصالات والتناقلات رح تصير نشيط جدا لدرجة أنه ما رح تهدأ وتيرتك اليوم لا بالاتصالات ولا بتلقي الاتصالات ولا بالتناقلات ولا بالواجبات هاي فترة تعتبر فترة مهمة للتواصل مع المجتمع ولإسمع صوتك ممكن تقوم برحلة عمل أو تتحرك بنشاط عالي أو كبير وتقوم باتصالات واسعة ممكن تسفر عن اتفاق أو مصالحة برضو النشاط الفكري وسرعة البديهة ممكن ينقذوك من كثير من الأمور خلال هذا اليوم برج الجديد طبعا اليوم انتو برضو عندكو نشاط عالي وقدرة على إنجاز الكثير من مشاغلكم وعندكو طاقة عالية أكثر من الأيام الماضية وطبعا رح تستمر هاي الأمور من الآن لغاية ساعات الصباح من ساعات الصباح بتصير الأجواء لها علاقة بالوضع المالي فبتعيدوا تنظيم ميزانيتكم أو تنظيم أموركم المالية أهمي شنكم ما تغامروا بأموالكم هاي فترة حذرة ماليا ومعنويا فحاولوا أنكم ما تتسرعوا باتخاذ قرارات حاسمة بالفترة هاي بدكو تدرسوا أوضعكم بشكل جيد وحاول أنك ما تغامر بمشاريع أو تندفع يعني بدك تكون تستشير أو تدرس الوضع بشكل جيد أنت بحاجة لكل التعاطف والتضامن بالفترة هاي فعشان هيك حاول أنك تخفف من حديتك شوي برج الدلو طبعا التعب ما زال مسيطر عليكم ورح يظل موجود لغاية ساعات الصباح ولكن كل ما اقتربنا لساعات الصباح بيبدأ يخف تدريجيا ما زالت الأمور أنه هيك بتشعروا أنكم فقدين رغبتكم في مواجهة مشاغلكم عندكم نوع من أنواع الفتور هيك الكآبة حاسين أنه الأمور مش ماشي معكم مثل ما بدكم ممكن يتسلل الاكتئاب لكثير من موليد برج الدلو بالفترة هاي طبعا مع ساعات الصباح كل هاي الأمور بتبلش تختفي بتستعيد نشاطكم وحيويتكم بتستعيد حماستك وعزيمتك وبتمارس جاذبية لا تضاها وخصوصا للبدء بمشروع أو خطة جديدة بتمتلك طاقة أو الطاقة الكافية للانطلاف بمشروع جديد أو لحسم أمر عالق اليوم بيحمل لك أخبار سر فحاول بقدر الإمكان أنك تستغل كل الأمور لصالحك برج الحوت طبعا بتنشطوا بين الأصدقاء لغاية ساعات الصباح وبظل في عندكم نشاط وحيوية وقدرة على إتمام كثير من الأمور من الآن لساعات الصباح ولكن للأسف أنه ما رح تكمل هاي الأمور مع ساعات الصباح رح تجد أنه تراكم عليك التعب أو أنه خلص يعني وصلت لمرحلة أنك بدك ترتاح فنوع من أنواع الأرهاق بتسللك فهاي فترة غير مريحة بتلزمكم الانتباه أكثر لصحتكم بسبب وجود القمر في برج الدلو اللي هو بيت متاعبكم فبتكوا تتجنبوا خلال هذا النهار اتخاذ قرارات حاسمة ومهمة لأنها فترة فارغة وفاشلة بتكوا تحذروا من الأفكار السودة والمعنويات المنخفضة ممكن تخيب أمالك أو تتأخر أعمالك لأقل الأسباب أو لأدفه الأسباب فعشان هيك بدك تكون جهز نفسك وتتقبل الأمور بكل صدر رحب أهم إشي خلال هذا اليوم تنتبه لغذائك وراحتك وصحتك هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر